هل يمكن لتناول الخبز الأبيض والمعكرون أن يسبب الاكتئاب؟ أظهرت الدراسات أن استهلاك المشروبات المحلات والأغذية المحسنة أي المعالجة والمعجنات تزيد من احتمال ظهور أعراض اكتئاب على المدى الطويل لكن أثر الكربوهيدرات المحسنة على المزاج يختلف بحسب كميتها في النظام الغذائي على المدى الطويل وقد حاولت الدراسات التحقق من هذا الأثر بقياس الاستهلاك من الكربوهيدرات والسكري وقياس المؤشر لجلاسيمي جي آي والحمل الجلاسيمي جلاسيمي كلود لكن لازال هناك حاجة للمزيد من الدراسات حول هذا الموضوع قام باحثونا في جامعات أمريكية مختلفة مثل بإجراء دراسة تم نشوها في مجلة وتم تميلها من المعهد الأمريكي الوطني للقلب والرئى والدم وقد قام هؤلاء الباحثون بدراسة طويلة المدى لعينة من النساء في عمر ما بعد سن اليس حيث ركزت هذه الدراسة على اكتشاف الارتباط بين المؤشر الجلاسيمي التغذوي جي آي والحمل الجلاسيمي جي أل مع القياسات الأخرى للكربوهيدرات مثل السكر المضاف مجموع السكريات الجلوكوز السكروز اللاكتوز الفريكتوز النشاء والكربوهيدرات تضمنت الدراسة عينة من النساء وقدرها 68 1954 في عمر ما بعد سن اليس بين 59 سنة من 40 مركز طبي أمريكي في الفترة بين أيلول عام 1994 وكانون الثاني عام 1998 وتم اختيار العينة بحيث شملت تنوعا عرقيا اجتماعيا واقتصاديا واسعا وكانت هذه المجموعة جزءا من مبادرة صحة النساء النساء اللواتي أظهرن أعراض اكتئاب مسبقة تم استبعادهن من الدراسة وتم جمع المعلومات بلاء على الصفات الشخصية مثل مستوى التعليم ووجود حالة صحية خاصة وحالة التدخين أكملت النساء استبيان تواتر الأغذية المحتوى على 154 مادة غذائية وذلك في بداية الدراسة تم تصميم هذا الاستبيان لمعرفة استهلاك النساء من الكربوهيدرات والألياف الغذائية وأطعمة معينة كالحبوب الكاملة والخضار والمكسرات والبذور والبقول وتم استخدام هذا الاستبيان في حساب المؤشر الجلاسيمي جي آي والحمل الجلاسيمي جي أل ودرس الباحثون الأنظمة الغذائية للنساء بتقسيمها إلى خمس مجموعات اعتماداً على مستويات جي آي في غذائهم تم قياس أعراض الاكتئاب في دراسة أجريت بعد ثلاث سنوات بناء على مقياس بورنوم لأمراض الاكتئاب ماذا وجد الباحثون في هذه الدراسة؟ في بداية الدراسة وجد الباحثون أن النساء في المجموعات ذات المؤشر الجلاسيمي العالي جي آي كانت لديهم الصفات التالية مقارنة بالنساء في المجموعات ذات الجي آي الأقل وهي أصغر بالسن ذوات مؤشر كتلة جسم أعلى بي أم آي نشاط فيزيائي منخفض استهلاك أكبر للأغذية الدسمة استهلاك أقل للفواكه والخضار والبقول والمكسرات والبذور والألياف الغذائية كما أنهن يملنا لأن يكنا من أصول أفريقية أمريكية بمستوى تعليميا منخفض ودخلا ماليا أقل وضغطا شريانيا مرتفع وقد تعرضنا لجلطة قلبية مسبقة ومن غير الشائعي أن يكنا تحت علاج هرموني ولكن في الغالب كنا من المدخنات وتعرضنا لأحداث حياتية كانت قد أثارت حالة توتر عندهم ولم يتوفر أي مساندة اجتماعية لهم بعد ثلاث سنوات النساء اللواتي استهلكنا المزيد من السكريات المضافة كنا المجموعة الأكثر عرضة لظهور أعراض اكتئاب لديهن وكذلك بالنسبة للنساء اللواتي استهلكنا أغذية ذات جي آي مرتفع وبيانت الدراسة أن تناول المزيد من الألياف الغذائية والفواكه والخضروات ارتبط من خفاض احتمال ظهور أعراض اكتئاب في العينة لخصت الدراسة هذه النتائج بأن الأنظمة الغذائية ذات المؤشر الجليسيمي المرتفع قد تكون عاملاً يؤثر في ظهور أعراض الاكتئاب عند النساء بعمر ما بعد سن اليس لكن يجب القيام بالمزيد من التجارب العشوائية للتأكد من النظرية القائلة أن الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة منخفضة الجي آي قد تكون علاجاً أولياً لتجنب الاكتئاب عند النساء من نفس الفترة العمرية من نقاط قوة الدراسة حجم العينة الكبيرة والتنوع الواسع بصفات أفراد العينة والفترة الزمنية الطويلة للدراسة التابعة للأفراد والتي وصلت لحد الثلاث سنوات لكن هذه الدراسة القائمة على الملاحظة لا يمكن أن تثبت بشكل قطعي أن النظام الغذائي الحاوي على أطعمة مرتفعة الجي آي له علاقة مباشرة بحدوث الاكتئاب فالملاحظة لا يمكن أن تستثني كل العوامل المؤثرة في العينة والتي قد تؤثر على ظهور عارضاً من أعراض الاكتئاب كما أنه من الجدير بالذكر أن النساء قمن بكتابة الاستبيان الغذائي بأنفسهن مما يلغي الدقة في نقل معلومات نظامهن الغذائي كما أن الدراسة اعتمدت استبياناً موجزاً لكشف الاكتئاب ولم تستخدم تشخيصاً كاملاً للاكتئاب فمن المحتمل أن هذا المقياس الموجز لم يقدر الصحة العقلية بشكل كامل بشكل عام هذه الدراسة تستكشف العلاقة بين العادات الغذائية وظهور أعراض الاكتئاب ولكن لا يمكن اعتمادها كأجوبة أكيدة لسؤالنا هل يمكن لتناول القبز الأبيض والماكرونة أن يسبب الاكتئاب؟ للتوضيح المؤشر الجلاسيمي هو تصنيف للكربوهيدرات على مقياس من صفر إلى مئة بناء على مدى ارتفاع سكر الدم بعد تناولها المئة هو مؤشر سكر الجلوكوز فالكربوهيدرات التي تنحل بسرعة أثناء عملية الهضم وتعطي الجلوكوز للدم بشكل سريع لديها مؤشر جلاسيمي مرتفع أما كربوهيدرات التي تنحل ببطء وتحرر الجلوكوز بشكل تدريجي للدم تسمى كربوهيدرات ذات مؤشر جلاسيمي منخفض الحمل الجلاسيمي جلاسيمي كلود هو مصطلح يستخدم للتعبير عن تأثير استهلاك النشويات على ارتفاع نسبة السكر في الدم حيث يأخذ باعتباره كمية النشويات في الطعام كذلك سرعة تفككها ورفعها لمستوى سكر الدم شكراً لحسن استماعكم شكراً للمشاهدة